اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ابي اعرفوا باختصاروا بكل بساطة ما حدث وقبل ان تتطرق الى الاسباب اذا مشاهدين الكرام نجدد لكم التحية في برنامجكم الاسبوعي صوت الامة وايضا نحييكم من جديد في هذا اللقاء الخاص الذي يجمعنا مع سعادة الناب عبدالله المعيوف ساعة الناب حياك الله معنا مرساك الله بالخير اخي خالد الله بالسهل بفواز طويل عمر يعني قبل ان نتحدث عن المشكلة التي نود ان نقشك فيها وهي مشكلة الايقاف النشاط الكوروي لدولة الكويت ابي اعرفوا باختصاروا بكل بساطة ما حدث وقبل ان تتطرق الى الاسباب والتداعيات والنتائج المترتبة على هذا الحدث هناك من يقول بانها مؤامرة حيكة ضد الرياضة الكويتية هناك من يقول بانها تراكم لقرارات خاطئة شل صار بالضب وفواز؟ هو بكل صراحة انا اتفق مع من يقول ان هناك نية لتعطيل الحركة الرياضية هناك نية لمعاقبة الحكومة ومعاقبة مجلس الامة على الغوانين التي تم تعديلها لتتوافق مع مجريات الاحداث الرياضية التي قاعد تصوير قضية المؤامرة احنا حسنا ان هناك نوع من المؤامرة عندما تبعث بمعلومات مغلوطة عندما تفسر مواد هي بعيدة عن هذه التفسير عندما تحاكم على النيات تحاكم على مشاريع او مسودة قانون فهذا تعمد والتعمد بالايقاف انا اعتبر نوع من المؤامرة الغضية هي ما هي قضية قوانين والدليل الى ان اليوم جزء من مواد الغوانين التي تم ايقافنا عليها اساسا موجودة في الغانون اللي تم اغراره من قبل اللجنة الولمبية والاتحادات الدولية قانون 26 على 2012 هذا الغانون صناعة خالصة لرئيس اللجنة المجلس الولمبي الاسيوي وصناعة خالصة لعضو اللجنة الولمبية الدولية وعضو اللجنة العضو الاتحاد الكويتي الاتحاد الدولي لكرة الغدم اللي من الكويت اللي هو الشيخ احمد الفحد فبالتالي الغانون 26 هو اللي صاغه هو اللي وضعه وهو اللي خذاه وراح فيه لللجنة الولمبية سنة فيه 4-12-2012 وقدم لهم كحل لرفع الإيقاف وقدم لهم كحل لتعهدات سمو الأمير بتعديل الغوانين هذا الغانون اليوم فيه ثلاث مواد احنا نعاقب عليها وموقفين عليها مع أنها اللي اليوم يطالب بإيقافنا هو من وضع هذه الغوانين أول غانون قانون المحكمة الرياضية من أتى في قانون المحكمة الرياضية في 2012 اللي يحط غانون 26 من حط غانون 26 يا أنا مرسوم ضرورة ومن وضع هذا الغانون رئيس المجلس الأومبيل الآسيوي الغضية الثانية قضية المنشطات وين فقرة تشير فيه الغانون 26 إلى المنشطات إذن أنت ما حطيت فقرة عند المنشطات واليوم بتعاقبني تقول لي ليش الغانون ما فيه منشطات أنت ما حطيت قضية حل الأندية في القانون 26 أيضاً اللي وضع من قبل رئيس المجلس الأومبيل الآسيوي يقول أن الأندية اللي ما تعدل نظامها الأساسي تحل بقوة القانون اليوم هالثلاث مواد اللي موجودة في هذا الغانون قاعدين نعاقب عليها وقفنا معنها من صناعة من يسعى إلى إيقافنا نعم يعني باختصار نفهم من قول حضرتك أن عبدالله المعيوف يقول من وضع هذا القانون الآن يأخذك حجة ليقاف النشاط الرياضي الكوي وضبط اللي قاعد يصير ومستعدين ومحد راضي يجي يناقشنا محد راضي يجي يواجهنا عايزنا ونقول واجهونا خلونا نقعد ونتواجه وقنعوا الشارع الرياضي لا تقعدون تقنعون المؤسسات الرياضية الدولية وبدون ما يكون فيه ناق أول مواجهة حصلت بيننا وبين اللجنة الأمبية الدولية في 12 أكتوبر 2015 في لوزان انكشفت كل الأوراق وسقطت ورقة التوت فوزان بوقف إياك على النقطة والجولة التي قمت فيها بمعية معالي وزير الإعلام وزير الدولة شؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود وأيضا كان بمعيتكم زميلك ناب الدكتور عبدالله الطريجي يعني وجهه أيضا له تحية أنت كرياضي سابق وشاركت في العديد من النشيطة الرياضية ومثلت الكويت أيضا في نهايات كأس العالم أعتقد في أسبانيا في الثمانينات أنت كرياضي والآن صوت للشعب وممثل للشعب وهذه قضية تعتد من اختصاصك أو تعتبر من اختصاصك وخلال جولتكم مع معالي الوزير ويعني برفقة زميركم دكتور عبدالله طريجي شف خلنا نتكلم أخي خالد ونحط الحقائق أمام الشعب الكويتي ونتكلم بكل شفافية وكل أريحية لأن هناك من يريد أن يقلب الطاولة وأن يريد أن يغير الحقائق كما غيرها في المحافل الدولية الرياضية فيعتقد أنه الشعب الكويتي ممكن أن تنطليع عليه مثل هذه الأمور وعشان كذلك نحن لازم نوضح بداية أقول حق أخواني المشاهدين أننا رحنا لوزان ولا نعرف لا نحن كنواب للأمة ولا الحكومة ما هي المواد التي مخالفة للقوانين الدولية والتي فيها تعارض مع القوانين الدولية طلبنا من رئيس اللجنة الأولمبية ومن عضاء اللجنة الأولمبية ومن أمين سر اللجنة الأولمبية أن يزودنا بأي كتاب رسمي إياه من اللجنة الأولمبية الدولية فيه المواد اللي فيها تعارض حتى نعد إجاباتنا وبالتالي نروح نعرف إحنا الشاكين علينا فيه ونقدر نجاوه مثل اليوم المحامي اللي يترافع عن متهم المفروض يعرف شنو الاتهام الموجه لها حتى يستطيع أصر رئيس اللجنة أنه هو ما يعلم وأنه إذا أكون نقاش سيكون في لوزان تفاجأنا في أول الاجتماع أن رئيس اللجنة المنوبية تحدث عن خمس مخالفات ارتكبتها الحكومة تعتبر تدخل في الشأن الرياضي الدولي وتعتبر هذه المواد تعارض إذن أول مفاجأة لنا أن رئيس اللجنة المنوبية يدعي أنه ما يعرف ما هي نقاط الخلاف واتضح أنه يعرفها تماما وبل هي من صناعته والدليل أنه هو اللي اعترف واعترفت اللجنة المشكلة من اللجنة الأولمبية الدولية أنه الشكوى قادمة من اللجنة الأولمبية الكويتية الحين المضحك المبكي إذن إحنا في مجلس الأمة أدلنا خمس قوانين خمس قوانين قانون 16 قانون 28 35 و 36 انتفاجأ أن هناك تسع مخالفات طيب إحنا معدلين خمس قوانين من أين يبتوا تسع مخالفات اتضح أنهم جزئوا القانون يعني حطوا نغاط تفصيلية يعني المادة 35 اللي التحدث عن كيفية تسديد نظام الاشتراك وكيفية التسجيل هذه كلها مادة وحدة طلعوا منها جزئوها أن حددت المبلغ الاشتراك من 20 إلى 50 هذه مخالفة حددت توقيتات التسجيل هذه مخالفة حددت تدخل الحكومة أثناء التسجيل أو هيئة الرياضة أنها تراقب عملية التسجيل حتى تضمن أن كل واحد يأخذ حقه اعتبرت مخالفة مراقبة الانتخابات هذه مخالفة يعني جزئو المخالفات لكن إحنا كان عندنا سؤال واليوم نطرحه زين هذه مواد إحنا حطيناها الحين قضية المخدرات المنشطات ما هي محطوطة في الغانون فإشلان صارت مخالفة اللي انحطت صارت مخالفة واللي ما انحطت صارت مخالفة يعني أنت متهم متهم إش ما تسوي يعني أبو فوزة فهمنات كلام حضرتك الملف معقد وعلى قراتهم مثلا أن هناك حبكة لهذه الأمور ولكن أنا بس أعرف من حضرتك يعني من خلال أنت أيضا تطرعك على الوضع الرياضي وانت ابن هذه الحركة هل حدثت هذه الحادثة أو حادثة مشاببة أن يكون أحد من بلد ما يقوم برفع شكوى على بلده ويقاف النشاط الرياضي فيه حدثت من قبل والله إذا حدثت حدثت في ناس عندهم مرض نفسي لكن كناس الصحاء الرياضيين يفترض أن الرياضي صحيح العقل والبدن والتبكير لكن أن يكون هناك شخص مريض يريد أن يعاقب بلده على شيء لم يفعل يريد أن يطعن بحرية بلده وباستغلالية بلده وبالدستور بلده أو بحرمان بلده أيضا حرمان شباب أنت اليوم ما قاعد تحرم عضاء مجلس الأمة ولا قاعد تحرم هيئة الرياضة ولا قاعد تحرم وزير الرياضة والشباب أنت اليوم قاعد تحرم شباب رياضي ما لهم ذنب باللي قاعد يصير خصوصا أنك أنت قبل هذه ما أبديت اعتراضك الغانون صدر من شهر خمسة إلى شهر عشرة ما اعترضت ما أبديت وجهة نظرك ما دزيت مذكرة ما دزيت استفسار تقول أن هذه المادة تتعارض مع الغانون أو تتعارض مع المواثيق الدولية ساعة النائب سيادة الكويت ومكانتها الدولية وهيبتها فوق كل اعتبار في أي مجال رياضي سياسي اقتصادي اجتماعي هذا لا شك فيه ولكن اللجنة الدولية دعت إلى مشاركة دولة الكويت أو اللاعبين معينين تحت العلم الأولمبي وأعتقد أن هذا الشيء يعني قوبله بالرفض أن أنت تشارك الكويت أو الرياضيين الكويتيين في حالات فردية أو فرق تحت العلم الأولمبي طيب كما تطرقت وذكرت حضرتك بأن هذا محزن يعني مبكي يعني شيء يعني الواحد ما يدري شون يوصفه طيب شنو حال الرياضيين هذول شنو حال الرياضيين هذول شنو حال ابناء اللي جهزوا البطولات ومستعدوا كفراغ ومستعدين ناطرين هذا الوقت واليوم الآن يحرمون شوف أول شيء يعني تكلمت أنت أخوي خالد وقلت أن احتراب قوانين بلدنا وتشريعاتنا اليوم أنا أسأل كل الكويتين أسأل كل العرب كل البسلمين كل العالم لكويت عمرها ما خالفت لا في حقوق الإنسان لا في المساعدات الإنسانية لا بحق الدول في تغرير مصيرها إحنا ما عندنا ولا مخالفة على مستوى العالم في كافة أوجه النشاطات اجتماعية سياسية اقتصادية دولية اش معنى ان ييه في الرياضة ونشوف ان احنا قاعدين انخالف القوانين ليش بالرياضة لان هناك من يدعي ان احنا مخالفين احنا ممخالفين ورد اللجنة الأولمبية مع الأسف في عشرين عشرة اثبت مع الأسف انه ليس هناك خلاف على الغوانين هناك خلاف على مشكلة ما بين اللجنة الأولمبية الكويتية والحكومة وبعدين ردوا وغيروا لكن انا اليوم اقول لي القياديين الرياضيين اللي موجودين في المنظمات الآسيوية والقارية والدولية شلون تقبلون ان شاب بكويتي بطل يوقف كل دول العالم تعزف انشدتهم وانشيداتهم الوطنية زين وحطون ادينهم على قلبهم وتدمع عيونهم لان يسمعون علم النشيدهم الوطني والكويتي واقف ما عنده نشيد وطني ما عنده علم يرفرف فوقراسه شلون تقبلون انتو خل الخلافات كلها وخل المصالح كلها وخل اي صراع ادعيتوه سياسي عائلي شخصي شلون تقبلون شاب بكويتي يوقف وهذه بطلات اليوم تيه وباشر تروح شلون هذا ينظلم هالبطل اللي عد نفسه وجهز نفسه لساعة الصفر اللي يثبت لوطنه ان اوه الان قادر على انه يحقق البطلات ويرفع اسم ويرفع اسم بلده ويلتفت الى اقع علم من المجلس الأولمبي من هو المجلس الأولمبي ومن هو اللجنة الأولمبية علشان اليوم احنا نحيي هذا العلم ونوقف لهذا العلم ساعة النائب يبدو ان الامور كما تفضلت حضرتك ان هناك اكثر من مسعى وسعيت وفي كذا اتجاه ولكن الامور يبدو انها كل واحد على قولة تم معنده يعني انه ماشي في طريجة سمعنا ان هناك عقوبات او هناك اجراءات صارمة ستسعى لاجاد حل لمشكلة رياضة وايضا يعني عودة الكويت الى سابق عهدها وكما كانت تزه وتزهر في ميادين الرياضية نبي نعرف من حضرتك سمعنا ان هناك ايقاف للدعم سمعنا هناك حل لمجالس ادارة غير متعاونة ونقاط كثيرة ايضا خصخصة الاندية كعلاج ايضا لهذه المشكلة الخطوات كثيرة نود ان نعرفها من حضرتك باختصار ما نبي نطرق لها بشكل تفصيلي وايضا تعليقك ورأيك الشخصي هل ستضمن هذه الخطوات نجاح يعني العملية وعودة الرياضة الكويتية شوف انت اليوم علشان التعالج فساد رياضي استشرى من 92 بعد التحرير وتمرد رياضي على القوانين المحلية وعلى التشريعات وعلى حتى على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هذا يحتاج الى حزم يحتاج الى قوة يحتاج الى قرار اليوم احنا والحمد لله في مرحلة القرار مجلس امه جاد جدا الحكومة جادة جدا وزير الشباب والرياضة وزير العام الجاه الله خير شيخ سلمان جاد وحازم جدا في تعديل الوضع الرياضي ايضا مدير عام هيئة الشباب والرياضة ونوابة شيخ احمد المنصورة ونوابة وحمد دفليط وبغية الاخوان جادين جدا في عودة الرياضة الكويتية مرة اخرى من خلال التنظيم الاداري اللي اصبح ولا كثير من 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 الاندية ومن الاتحادات لشخص مع الاسف على حساب الوطن وكلنا نقول ان الشخص زائل والوطن باقي اذا كانوا الحكام زائلين فما بال نعم نعم الدول حتى الدول زائلة نعم كلها الرؤساء الحكومات النواب كلهم زائلين لكن يبقى الوطن يبقى كرامة هذا الوطن وعز هذا الوطن يجب ان لا نجرح هذا الوطن ونذل هذا الوطن علشان اشخاص اليوم في عدة حلول لمثل هذه الازمة وتنظيف امانه الوضع الرياضي من المهزلة اللي قاعدة تصير فيه ومن الفساد الاداري والمالي اللي فيه اللي هي العب يقع على الاندية الرياضية لانه هي الاساس هي القاعدة اللي يجب ان طلغ منها متماع الاندية قامت بدورها وادت واجبها وانتصرت لشرعيتها وانتصرت لقوانينها وانتصرت لبلدها ستنتهي كل هذه المشاكل فاليوم العب على الاندية والاندية اليوم اللي ما راح تحترم قوانين بلدها ما راح تحترم انظمة بلدها ما راح تحترم تشريعات بلدها فسيكون عليها عقاب اللي ما راح يقبل بتغيير نظام الاساسي وفق القانون فعليه ان يبحث عن دعم اللي ما راح ينفذ القوانين المحلية اللي تنم عن سيادة الدولة عليه ان يبحث عن ايضا مباني يقعد فيها وتدرب فيها لانه حسب الدستور حسب الغانون انه اللي ماه تحت مضلة الحكومة لا يحق له ان يأخذ دعم او يأخذ مباني لان هذا متمرد على الحكومة هذه خطوة من هذه الخطوات الخطوة الاخرى يجب ايضا ان نحاسب الاتحادات على مواقفها السيئة يجب ان نحقق وهذا اللي راح نسوي احنا في لجنة الشباب والرياضة المكلفين من مجلس الامة بتوصيات ان نحقق مع جميع من اساءة لهذا البلد جميع من ارسل معلومات مغلوطة جميع من اشتكى على قوانين بلده وهذا ستكون عبر لجانة تحقيق لا 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 ستكون عبر لجانة تحقيق ومن ثم من يثبت اتهامة نعم عندنا وقت من يثبت اتهامة سيحالل النيابة بتهمة حسب المادة 15 بتهمة الاساءة الى بلده القضية الاخرى قضية خصخصة الاندية هذه حل من الحلول ليس بخصد كما الان بدأت ترويج انها ما قدروا علينا الان يابعون يسألون خصخصة علشان يشيلونا وغيرونا لا خصخصة الاندية هي طريق صحيح نحو تطوير الرياضة نحو دعم الرياضة اليوم اذا كانت اللي تدير هذه الاندية شركات ستضخ خمال ستضخ خبرات ستضخ دعايات ستطور من كرة الغدم لكن ان ان يأتي اصحاب هذه الاندية بعد خصخصتها سيسعون الافضل سيبحثون عن اتحادات نظيفة اتحادات لا تتبع افراد سيبحثون عن لجنة العلمبية تقر القوانين وتنظم العمل وتخطط لهذا مو مثل ما قاعد يصير الان شخص او شخصين مسخرين كلها الرياضة هذه لمصالحهم الشخصية ما حدث في اعتذار دولة الكويت عن استضافة كأس خليجي 23 وهذا شيء اصلا محزن لتاريخ دولة الكويت ايضا بكل اختصار وكل شفافية ما حدث هذا لقلة امكانيات نحن كحركة كرياضة كويتية اما حدث ايضا مؤامرة او احبكت لهذه العملية شوف عملية اليقاف عملية سلسلة متواصلة ما يمكن تجزئتها العبد في ملف خليجي 23 كان واضح جدا كان هناك من يسعى الى احراج الكويت ان ملاعبها ميجازة ان امكانياتها ميجازة واقنع مع الاسف اللجنة الفنية في الاتحاد الخليجي كرة الغدم انه والله الملاعب ميجازة مع انه اليوم احنا قاعدين نلعب وفي بطولات والاستاذ جابر جاهز لكن محاولة ليلة دراع هي كانت فكر وخطة الاخوان في الاتحاد كرة الغدم لكن احنا قبلنا في دورة الخليج مع انها لم بيكن دور لنا وحرجنا يعني بموافقة رئيس الاتحاد بدون ما يرجع الى الحكومة طيب اذا انت شلون وافقت يا رئيس الاتحاد على انك تستضيف الدورة وانت تعلم ان الملاعب ما هي جاهزة ليش وافقت انت تعلم تماما ان الملاعب جاهزة وان بامكان تجهيزها وامكان ان الكويت ان يكون افتتاح دورة الخليج من خلال الساد جابر اللي تعلم تماما ان في شهر اكتوبر سيكون جاهز لكن لما انطلبت مبالغ ولا لما الاتحاد طلب مبالغ وان تكون هذه المبالغ تحت سيطرتك مباشرة وتحت سيطرت الاتحاد مباشرة ورفضنا احنا لان تجربة خليجي 16 لا زالت امامنا لم تسكر وبالتالي اليوم احراج للحكومة واحراج للمجلس ان والله الكويت ما هي قادرة عن ان ننظم دورة الخليج بل مقابل في بعض الدول بتنظم كأس العالم بعض الدول بتنظم كأس آسية هل اليوم الغصد بس احراج الحكومة واحراج المجلس بان والله غير قادرين على تنظيم بطولة اذا كنا غير قادرين على تنظيم بطولة عليك ان تستقي واترك غيرك وراح نشوف شلون ننظم بطولات انت تقول ان الكويت ما عندها القدرة على تنظيم بطولة شلون يبدت بطولة غرب آسيا وكانت عندك مباراة واليوم الدوري قاعد يلعبون الاندية بفواز انا بترك شوية الجانب الرسمي من المقابلة بي حق الجانب الشخصي او الشعب علاقاتك كلاعب سابق مع اخوانك اللاعبين و يعني اسامي اعلام تعتبر يعني بدون عشان ما ننسى احد وتقاربك منهم والان انت عضو مجس امي يعني انت سلطة شريعية رايهم الشخصي او خلاصة ما يقولون عن الوضع الحادث في الكويت شوف امانة يعني اللاعبين الجيل الذهبي وما تلاهم من اجيال يعني يمكن اربع اجيال بعد الجيل الذهبي امانة ظلموا و ابخست حقوقهم الرياضية وخبراتهم الرياضية اليوم على جانب كرة الغدم انا بعد ما بيتكلم عن الجوانب الاخرى لاني انا ما يعني ما انا مطلع فيها لكن وين نجوم وين نجوم الكرة وين الفطاحلة معقولة هذيلي كلهم اجيال ورا اجيال ما فيهم احد يستحق ان يكون عظو مجس ادارة اتحاد كرة الغدم ما فيهم واحد يستحق ان يكون مدير كرة في الاتحاد الكويت للكرة الغدم ليش التركيز على شخص واحد محسوب عليكم دائما فشل ورا فشل هو مدير الفريق الاخوان لهم رأي طبعا ان احنا اذا بغينا نشتغل نشتغل حسب رأينا وحسب توجهنا وحسب قناعتنا ما نشتغل موظفين ولا نشتغل الفلان وهذا وهذا غير حاصل في الوضع الرياضي الحالي لذلك بتعدد كل النجوم بتعدد كل اشخاص لان كل واحد لا عزته ولا كرامته ما يقبل ان يشتغل موظف بفواز يعني بنبتعد عن الجانب الطابع الرسمي شوي في المقابلة وبناخذك على الجانب الشخص لحضرتك وايضا الجانب الشعبي الان انت ممثل للشعب وصلت الامة وصلت تشريعية ومن خلال تقاربك وعلاقاتك بزملائك واخوانك الرياضيين السابقين وهم اعلام يعني كانوا في فترة من الفترات لهذه الرياضة الكويتية نبي تعليقهم الشخصية او ما يقولون لك عن التوقف الكروي أو توقف نشاط الكروي لدولة الكويت وانهم وهم الخاصة بشكل سريع شوف ماك واحد رياضي اوقع الرياضي راضي عن الوضع اللي الان وصلوا لأ الاخوان من خلال إيقاف من خلال الشكاوي من خلال التبلي على دولتهم وعلى رياضتهم وإيقاف نشاط الشباب وحرمان الشباب الكويتي من المشاركات الخارجية والمشاركات الدولية اليوم اللاعبين الجيل الذهب بغية اللاعبين من ضمن هذه المجموعة التي تتدمر من ما وصل إليه الرياضي بسبب فرد أو فردين اليوم أهم لهم رأي وقاعدين يطرحون في الدواوين قاعدين يطرحون حتى في المقابلات لكن المشكلة أن هناك تعنت من الجانب الآخر ما يستمع إلا الشلة اللي حوله ما يستمع إلا البطانة الفاشلة والبطانة الفاسدة اللي حوله لذلك إحنا اليوم رح نرجع هؤلاء الرياضيين في لجنة شباب الرياضة سنستشيرهم سنطلبهم سنستأنس بإباراءهم لأن هذين اللي بنوا الرياضة الكويتية مو اللي اليوم ماسكين المراكز القيادية اللي بنوا الرياضة الكويتية اللي بنوا الرياضة الكويتية وشهرة الرياضة الكويتية وشهرة الغدم هم الناس اللي اليوم خارج نطاق الرياضة الكويتية طيب كيف يقيم النائب عبدالله المعيوف خطوة فصل الشباب عن الرياضة بأن هناك هي عامة للشباب وهي عامة الرياضة بشكل سريع خطوة في اتجاه صحيح خطوة في اتجاه صحيح وهذه واحدة من الأجوبة اللي جبنا بها اللجنة وممبيئة الدولة عندما قلنا لهم احنا اليوم قاعدين ندعم الرياضة والدليل على هذا ان احنا فصلنا الرياضة وخلينا الرياضة هيئة منفصلة احنا اليوم ندري ان الشباب محتاجين الاهتمام اكبر محتاجين رعاية اكبر محتاجين الى ان نعطيهم مساحة اكبر من الحرية ومن العمل ومن التفكير لذلك فعلا خطوة موفقة من معالي وزير الاعلام وزير الشباب بالرياضة وزير الدولة الشؤون الشباب بالرياضة ان اقنع الحكومة ومن ثم اقنع المجلس بفصل هيئة الشباب عن الرياضة طيب مفوز الصوت الواحد سمعنا بانه قريب جدا وعالية التي ستعمل فيها في الانتخابات القادمة لأي نشاط رياضي مدى اهمية تطبيق الصوت الواحد اليوم احنا نتكلم عن نظام انتخابي للدولة اثبت نجاحه في مجلس الامة اثبت نجاحه في الجمعيات اثبت نجاحه في جمعيات النفع العام الاخرى اثبت نجاحه في المجلس البلدي شنو العيب اليوم ان احنا نطبغى في الرياضة لان مشكلة الرياضة هي نفس مشكلة السياسة ومجلس الامة تكتلات أحزاب اتفاقات تحت الطاولة يصل من يصل بدون وجه حق بدون أن يكون هو الأكفئ اليوم هذا الجانب ما تبقى إلا في الرياضة اليوم الرياضة عبارة عن مجموعات عندها عدد من الأصوات اللي وصلها الصندوق وليس الخبرة وليس الكفاءة الصوت الواحد سيفتح المجال لكافة الرياضيين وكافة الخبرات الرياضية أن تصل إلى المراكز القيادية سواء بالأندية أو بالاتحادات إذن كل الشكر والتغذير لساعدتنا بعبدالله المعيوف والشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة إذن مشاهدين الكرامنا تعرفوا إياكم على بعض مواد الدستور الكويتي والذي ينظم الحياة السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر إلى هنا أعزاء المشاهدين نكون قد وصلنا بكم لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع وعلى أمل أن يتجدد لقانا بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وموضوعات أخرى دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر